السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يلا نستبشر بالصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد عدد ما ذكره الذاكرون وغافل عن ذكره الغافلون إزايكم كلكم يا رب تكونوا كلكم بخير والسعادة اللهم أمين يا رب العالمين في البداية عايزة أوجي رسالة للناس اللي سألت علي واللي ما سألوش علي وحشتوني كتير كتير وإن شاء الله راجعوا بقوة رب يصلح حالنا وحالكم اللهم أمين يا رب العالمين إن شاء الله النهاردة هنتكلم عن ابتلاء كورونا المعروف عالميا وإعلاميا بفيروس كورونا اللهم حفظنا منه جميعا اللهم أمين يا رب العالمين بس قبل ما نبتدي لازم وضروري نستحضر عظمة الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ملك الملوك عرفنا حجمنا الحقيقي وإن إحنا كده كلنا ولا حاجة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال الله تعالى وما يعلم جنود ربك إلا هو جندي من جنود الله لا يرى بالعين المجردة لف العالم كله في شهر وأععد كل الناس في بيوتهم سبحان الله العظيم رغم العلم والتقدم والجيوش والأسلحة سواء زرية أو نووية أو كيموية الواحد القهار بيقول لنا كما قال في كتابي الكريم وما أوتيت من العلم إلا قليلة طبعا الكلام لنا كلنا وخصوصا للملحدين طب ليه قلت الملحدين بس إسلام أنا قلت الملحدين عشان هم أكتر ناس لازم يعرفوا إن مهما العلم تقدم بنا فإحنا كلنا كده بالأكوان باللي فيهم ما زلنا في قبضة الجبار المتكبر ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذاروا للذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون أما إحنا كمسلمين موحدين أو أصحاب الأديان عموما نقدر العقل ولا نقدسه ومن هنا بوجه رسالة لإخوان الملحدين إنهم يعيدوا التفكير مرة تانية قبل فوات الأوان وكمان أوجه رسالة لأخونا أحمد حرقان الملحد سابقا وقول له العود أحمد يا أحمد والله يثبتك على الحق واللهم افتح بيني وبين قومي بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم أمين يا رب العالمين كتير من المسلمين فكروا إن جندي الله اللي إحنا سمناه فيروس كورونا نازل كعقاب للصين فقط على اللي حصل منهم مع إخواننا المسلمين من الأويجور قال يعني مفيش مسلمين بيعذبوا مسلمين المهم خلينا في المهم خلينا في المهم الواضح يا جماعة إن جندي الله اللي إحنا سمناه ما خلاص يا برينس وفي نزل لنا كلنا كعقاب من الجبار للمتجبرين في الأرض أمر الله سبحانه وتعالى الجند المطيع في الانتشار وكانت النتيجة إن حتى الحرامين الحرام المكي والحرام النبوي اتقافلوا وكل المساجد فلا تقام الجمعة ولا حتى الصلوات الخمس فاللهم رد علينا مساجدنا اللهم أمين يا رب العالمين طيب إحنا المفروض نتعامل مع ابتلاء كورونا إزاي إحنا كموحدين بالله نتعامل مع كورونا إزاي قبل أي حاجة لازم يكون عندنا أقين كبير جدا بالله ولازم نعرف إن فيروس كورونا ما هو إلا جندي من جنود الله يعني تحت رحمة ربنا زي وزينا بالزبط فما ينفعش حضرتك وحضرتك نخاف من فيروس كورونا ولكن المفروض نخاف من ربي وربكم ورب كورونا وعشان نعلي عندنا اليقين بالله لازم نردد الآية الكريمة اللي بتقول قل لني يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون اللهم اشعرنا من المؤمنين اللهم أمين يا رب العالمين يعني إيه بس الكلام ده حلمك علي مش فاهم يعني من الآخر كده لو ما اكتب لنا حاجة سواء حلوة أو وحشة هنشوفها هنشوفها فلازم نحسن الظن بالله وما نخافش إلا من ملك الملوك وهو ده اللي احنا المفروض نتعلمه من المنهج القرآني لما ربنا سبحانه وتعالى قال لسيدنا موسى عليه السلام في كتابه الكريم لا تخاف دركا ولا تخشاه وكمان نتبشر بالخير وندعو بالتفاؤل مهما حصل زي ما تعلمنا من سيدنا يوسف لما قال لأخي لا تبتأس بما كانوا يعملون وكمان ما نحزنش أبدا طول ما ربنا نعانى زي ما تعلمنا من سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم لما قال لصاحبه أبي بكر الصديق لا تحزن إن الله معنا وطبعا آيات كتير جدا من الذكر الحكيم ربنا سبحانه وتعالى بنفسه بينهانا فيهم عن اليأس من رحمته يعني حتى لو كنا أصحاب ذنوب أيوة كلنا أصحاب ذنوب أنا وحضرتك وحضرتك وحتى الشيوخ اللي بينصحونا جزاء الله خيرا برضو أصحاب ذنوب والمفروض أن لا نقنط من رحمة الله مصداقا لقوله تعالى في كتابه الكريم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب شميعا وكمان قال الله تعالى في الآية الكريمة لا تيأسوا من روح الله إنه لا يأسوا من روح الله إلا القوم الكافرون فاليأس من روح الله كفر اللهم نجينا برحمتك من القوم الكافرين اللهم أمين يا رب العالمين وأيات كتيرة بتطمننا زي آية إن بعد العسر يسر يعني مهما قال ليل الكورونا لازم يكون في صبح هي الدنيا كده فأبشروا باليسر بعد العسر طب إحنا دلوقت الحمد لله أوينا يقن بالله بس كده لا طبعا أكيد لازم نحصل نفسنا بالأدعية حتى قبل استخدام المطهرات فعلى طول خلي لسنك راطب بذكر الله وعلى سبيل المثال وليس الحصر نرد تحاسبنا الله ونعمل وكيل على قد ما نقدر قالها النبي إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار واخدين بالكه نار شايفها بعينه ولكن ملك الملوك حفظه وكمان الرسول صلى الله عليه وسلم قالها ولم تكمل الآية الكريمة هتلاقي بتقول فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء وكمان ردد لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين قالها سيدنا يونس في بطن الحوت ولما تكمل الآية الكريمة هتلاقي ربنا بيقول فاستجابنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين قد بلك إن وكذلك هنا معناها إن الموضوع مش مقتصر على سيدنا يونس عليه السلام بس وإنما قانون لجميع المؤمنين اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين اللهم أمين طبعا الاستغفار بقى مش هوصيكم ربنا عز وجل قال في كتابه الكريم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون طبعا زي ما قلنا لا إله إلا أنت سبحانك إننا كنا من الظلمين صيغا 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 الاستغفار ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم حبيبنا وقائدنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم علمنا سيد الاستغفار اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبيدك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاخفر لنا فإنه لا يخفر الذنوب إلا أنت وكمان عندك الدعاء في أذكار الصباح بعد صلاة الفجر وكمان في أذكار المساء بعد صلاة العصر بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم أكيد خلاص كده صح لا طبعا هتوعد تقولي الأدعاء دي كلها وانت أصلا ما تصليش يا أخي عب عليك الرسول محمد صلى الله عليه وسلم قال إن الصلوات الخمس مكثرة للذنوب قال صلى الله عليه وسلم أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يختسل منه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درانه شيئا قالوا لا يبقى من درانه شيئا قال صلى الله عليه وسلم فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا يبقى من يومه رايح كلنا هنصلي لله وهنرجع لربنا وهنبقى زي الفل بس خلينا فكركم وفكر نفسي بحاجة مهمة جدا من صلى الصبح فيه جماعة فهو فيه ذمة الله والذمة هنا معناها الضمان وقيل الأمان فاللهم ارزقنا الأمن والأمان اللهم أمين يا رب العالمين انت شكلك كده مش عارف إن المساجد كلها مقفولة عارف إن المساجد كلها مقفولة ولكن ممكن تصلي مع أهلك جماعة في البيت وإن شاء الله ربنا عالم بالنواية وخد بالك إن لازم من دلوقتي تبيت النية إن إن شاء الله بعد انحصار هذا البلاء والوباء تكون من أهل المساجد وبالخصوص صلاة الفجر اللهم أجعلنا من أهل المساجد اللهم أمين يا رب العالمين طيب إحنا اتفقنا بأمر الله إن إحنا هنصلي ومدام هنصلي يبقى لازم نتوضع صدق بحترين فيك زكاة بالنسبة للوضوء بقى يا جماعة فأنتو شطرتكوا وبالذات في الأيام دي لإن الوضوء داخل في النظافة الشخصية ومش نظافة شخصية وبس ده شهادة من سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم إن اللي هيحافظ عليه فهو مؤمن ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن وطبعا ما ننساش الدعاء وخصوصا الناس البركة كبار السن وبالخصوص دعاء الولدين ومش بس كده الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم يا ريت لو شفت حد ضعيف تططب عليه وتحاول بالقدر الإمكان تفرح قلبه واتدخل البهجة والسرور على جميع أفراد أسرته عشان ربنا ينصرنا ويرزقنا الرزق الحلال اللهم أمين يا رب العالمين شوفوا بقى بعد النصر والرزق الحلال أكيد محتاجين حاجة كمان إيه محتاجين إيه تاني محتاجين نحس بالأمن قال الله تعالى فأي الفريقين أحقوا بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون نبقى يا ريت يا جماعة كلنا نبعد عن الظلم عشان نكون في الفريق اللي يستحق الأمن ونحاول نستسمح اللي ظلمناهم عشان ربنا يمن علينا بالأمن اللهم أمين يا رب العالمين وفي حاجة كمان الأيام دي في ناس كتير جدا قاعدة في البيت بدون شغل خايفين من الجوع وخايفين من المرض ومش حاسين بالأمان يرد علينا ربنا سبحانه وتعالى في الآية الكريمة ويقول فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعامهم من جوع وآمنهم من خوف يعني العبادة 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 لحد كده تمام تمام يلا بقى ناخد بالأسباب للوقاية من الأمراض واحد النظافة الشخصية والنظافة المكان اتنين غسيل الإيد باستمرار بالصابون لمدة عشرين ثانية إيه؟ عشرين ثانية؟ أيوة عشرين ثانية ما تلصقش ثلاثة لو مش غسل إيديك بالمية والصابون حاول بقدر الإمكان ما تلمس ولا مناخيرك ولا بقت أربعة حاول بقدر الإمكان تعتص في منديل وتلميه في الزبالة عزكم الله ولو ما فيش منديل حاول تعتص في كتفك خمسة غرغرة الفم والحلق بمية فترة ويكون عليها ملح ستة سيب مسافة كبيرة ما بينك وما بين أي شخص وابنع البوس والأخضار مش لازم يعني أربعة بوسات يا مصريين سبعة لبس الكمامة والجوانتي ويريد تكون بتستخدم الكحول على إيدك مش بتشربه ثمانية تقوية المناعة بالأدوية وشرب عصير اللمون تسعة لو أنت مريد بالله عليك خليك قاعد في البيت أشرة لو ربنا رزقك شرف خدمة الولدين وده شرف عظيم يبقى خد بالك من منعتهم وحاول تأويها ويريد تأجل بوسهم من جبنهم وإيديهم حرصا على سلامتهم واللهم ارزقنا بر والدينا اللهم أمين يا رب العالمين طيب قلنا الآيات الكريمة وتحصننا بالأدعية وأخدنا بالأسباب ولقدر الله المرض أصابك هتعمل إبقى حلق يبقى قبل أي حاجة تقول قدر الله ما شاء فعل وترضى بقضاء الله خيره وشره وافتكر حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان بيتعجب من أمر المؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له بس كده ما فيش حل تاني لا طبعا علينا بالدعاء وعدم اليأس من رحمة الله قال الله تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون وقال الله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون يبقى استجابة لله وإيمان بالله إن شاء الله معناها رشاد على طول وقال الله تعالى وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له وكشفنا ما به من ضر وقال سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم لا يرد القدر إلا الدعاء فأبشروا بالخير وأحسنوا الظن بالله وتفعلوا فنحن خير أمة أخرجت للناس واشتغلوا على أحلامك وإوعد ضطل تحلم منك لها وخلي عندك ثقة وأمل في الله فإن الله هيستحي أن يرد عبد دعائه المؤمن اللهم أمين أهو بس عم إسلام بس ما هو يعني مبسش يلا دعي يلا ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا إنه قريب وإنت تقول لي بس ولا حول ولا قوة إلا بالله شوفت أنا عارب إن أنت بتضحك دلوقتي وعارب إن أنت من هنا راضي صباح الفل بالصراحة كده من منطلق يعني ينعيش عيشة فل ينموت إحنك كل أنا هنقل العدوى للناس وكمان هتصفوش حماتي اوعى الشيطان يلعب بيك ويخليك تنقل العدوى للناس صدقني فلتصبر ولتحتسب وهيكون أجرك على الله صدق عندك حق طب لقدر الله لو المرض يتمكن مني وكده خلاص يبقى عبشر بالخير برضو قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون ومن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه فأبشر ببشرة الملائكة بالرحمة والرضا من الله وإن شاء الله من الشهداء كما قال رسول صلى الله عليه وسلم في حديث الطعون وعلى فكرة اللي مش هيموت بفيروس كورونا هيموت بغير فيروس كورونا فالموت علينا حق صدق الكلام ده مهمية خليني كده روح أجرب تجرب خد يالت علينا قرب بس شوي يا حبيب تجرب دي لما سألك قالت أقول أسعد لكده ولا لأ تقول لي أجرب لكن مفيش تجربة مع مالك الملوك تنفذ وإنت موقن بالإجابة اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا اللهم أمين يا رب العالمين اللهم ارفع عنا البلاء والوباء وأنزل علينا السكينة والشفاء اللهم أمين يا رب العالمين اللهم إنا نعوذ بك من البرس والجنون والجذام ومن سيء الأسقام اللهم أمين يا رب العالمين اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك والجميع صختك اللهم أمين يا رب العالمين اللهم لا تكسر لنا قلبا ولا تجعل لنا حاجة عند أحد من خلقك اللهم أمين يا رب العالمين اللهم فأغيثنا اللهم فأغيثنا اللهم فأغيثنا اللهم أمين يا رب العالمين صحيح يا جماعة بالنسبة للناس اللي قلقنين علي عشان عدد المصابين هنا في أمريكا أحب أقول لهم جزاكم الله خيرا ما تقلقوشي واللي مكتوب له حاجة يشوفها وأنا الحمد لله بخاف بس من ربي وربكم ورب كورونا فارحمونا وقبل ما أختم إيه هي الدروس المستفادة واحد الخوف من رب الكون مش من كورونا اتنين استشعار عظمة ملك الملوك والرسالة واضحة تعال بمزاجك يا إما هتيجي غصبا عنك ثلاثة التوبة والعودة إلى الله بعد ما عرفنا حجمنا الحقيقي أربعة ياريتنا أقلل الترياءة وقت اللي ابتلاءات فالوقت وقت تضرع ودعاء مش وقت ترياءة وضحك حتى البكاء كمسة أهمية العلم والعلماء ولكن مع الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله ستة عرفنا الترتيب الصحيح في الأهمية لفئات المجتمع وانت فاهم وانا فاهم وفي الآخر أسأل الله العظيم رب العرش العظيم إنه ينتشر الفيديو يعني وإن الوباء ده ينحسر اللهم أمين يا رب العالمين لو حسيت إن الفيديو ده أفادك please like share comment and most of all subscribe for more يا عم انت هتبثل انت أصلا معاية فاضمة بتعملش حاجة وبعدين اعتبارها الراحة من غسيل معين يا الله بابفتوكوا بعافية عشان ورايا فوم من غسيل واشوفكم على خير إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة